اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عقب ضرده في مباراة أمس ضد أجاكسيو برسم الجولة 35 من الدورة الفرنسية وترد حكيم في الدقيقة 77 بعد دخوله في الشباك بالأيدي مع توماس مانغاني الذي بدوره أشار الحكيم في وجهه البطاقة الحمراء وحسب ما جاء في قناة كانال بليس فإن حكيم وحين كان متوجها إلى مستودع تغيير الملابس قال هذه هي فرنسا في إشارة إلى عدم رضا على التحكيم الفرنسي وفي تعليقها على مقاله الحكيم كتبت قناة فرنسية كانال بليس حكيم على خطاز لتان في إشارة إلى ما تلفظ به إبراهيموفيتش حين كان لعبا في صف باريسان جرمان وقال بعد مباراة دادابوردو سنة 2015 15 سنة من اللاعب ولم أشاهد حكما مثل هذا في هذا البلد القدر هذا البلد لا يستحق باريسان جرمان تجدر الإشارة إلى أن حكيمي تلقى لورقة الحمراء الثانية توليان كما تسجل هدفا في فوز فريق على أجاكسيو يوم أمس بخمسة للسفر لا يصدق سايسي يعلنها بتصريح مفاجئ على لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة تفاعل رومانسيس عمد المنتخب الوطن المغربي ولعب بشكتاش التورك لكرة القدم مع إنجاز المنتخب الوطن لأقل من 17 سنة الذي تأهل إلى نهائية كأس العالم المقبل بعد فوزها على المنتخب الجزائري في ربع نهائي كأس أفريقيا المقام حاليا بالجزائر وتأهل إلى دور النصف الذي يبيح للمنتخبات الأربعة تأهل للمونديال ونشر رومانسيس صورة للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة رفقة مدرب سايد شيبا مهني أن إياه بهذا الإنجاز بالإضافة إلى صورة لجمع المنتخبات الوطنية التي تأهلت للمونديال خلال الأوينة الأخيرة سواء في الدكور أو الإنات وأكد سايس من خلال تعليقه على الصورة نكرة القدم الوطنية بخير ولا خوف على خلف المنتخب الأول من خلال النتائج التي تحققها بقية الفئات السنية متمنيا أن يسير المنتخب الأولمبي على خط الجميع ويتأهل للأولمبياد المقبل التي ستجرى في العاصمة الفرنسية باريس مهدد بعقوبات أبو خلال يرفض المشاركة في مباراة تولوز ونانت بالسبب المثلية الجنسية رفض النجم المغربي زكريا أبو خلال لعب مباراة تولوز المقبلة أمام نانت لحساب الجولة الخميسة والثلاثين من الدور الفرنسية ورغم استدعائه من قبل مدربه قرر أبو خلال عدم خوض مواجهة نانت بالسبب الدعاية التي تشهدها الجولة للمثلية الجنسية عبر ارتداء اللاعبين لقمسان تحمل أرقام وأسماء بألوان قوس قزحة التي تمثل الفئة المعنية وتمسك أبو خلال بموقفه رغم العقوبات التي تهددها وينتظر أن تصدر في حقه لرفض خوض المباراة على غرار مجموعة من اللاعبين الذين كان لهم نفس الموقف ويبقى أبو خلال من أبرز اللاعبين الملتزمين دينيا مظهرا قيمه وأخلاقه الحسن المستمد من الإسلام دون أن يردخل أي ضغط أو توجه عكس مبادئه وما يؤمن بها مدرب باريس ما فعله حكيمي أمام لوريان وضعنا في ورطة وأمام أجاكسيو كان رد فعل عبر كريستوف غاليتي مدرب باريسان جرمان عن تضمره من الدولية المغرب أشرف حكيمي بعد الفوز على أجاكسيو بخماسية في الدورة الفرنسية وقال مدرب فريق باريسان جرمان ما فعله أشرف أمام لوريان وضعنا في ورطة ولكن في مباراة أجاكسيو كان رد فعل نتيجة مشجرة بين مجموعة من اللاعبين وزد قائلا حسب موقع كورا البطاقة الحمراء تبقى قرارا قصيا ولكن يجب أن يتحكم اللاعب في أعصابها ويسيطر على نفسه طالما أن نتيجة المباراة محسومة لصالحنا حتى لا يسمح للحكم باتخاذ مثل هذه القرارات وحصل اللاعب حكيمي أمس السبت على بطاقة حمراء خلال مباراة فارقه أمام أجاكسيو وقبل ذلك سجل الدولي والمغرب هدفا ما بين أهدف فارقه الخمسة المدير الرياضي لباير ميونيخ مزرع ويتمتع بمستوى رائع وسيبقى معنا أنهى حسن صالح حميديتش مدرب نادي باير ميونيخ الألماني الجدل حول مستقبل تنائي نصير مزراوي وبنيام بافارد وقال حميديتش في تصريح صعفي وجاء فيها مزراوي سيبقى معنا إنه يتمتع بمستوى رائع وأضاف حيث قال نود أن نحفظ أيضا على بافارد نحن حاليا نجري محدثة معه ومع ممثليها وينتيعقد بافارد في صيف 2024 في حين يرغب مزراوي في الرحيل من أجل الحصول على المزيد من الدقائق الجيش الملكي يصدر بلاغا استنكاريا على خلفية توالي المجازر التحكيمية أصدر النادي الجيش الملكي بلاغا استنكاريا مؤكدا توالي المجازر التحكيمية ضدها آخرها خلال مباراة يوم أمسا مما الفتح الرياضي برسم ربعين هائي كأس العرش وعنوان الفريق العسكري بلاغها بلاغا استنكاري على خلفية توالي المجازر التحكيمية مضيفا أنه على إطر الضلم التحكيمي الذي تعرض له نادي الجيش الملكي خلال مبارته ضد الفتح الرياضي من ضربة جزاء واضحة تندد مكونة النادي بالمجزر التحكيمي التي يدفع ثمنها غاليا سواء تعلق الأمر بمنافسات البطولة الاحترافية أو مصابقة كأس العرش ووصل النادي انتقاده للتحكيم يشدد النادي العسكري على كونه لم يعد قادرا على الاستمرار في دفع فاتورة المستوى الكاريتية لبعض الحكام جراء قراراتهم المجحفة والظالمة التي تضرب عرض الحائط مبدأ التنافس الشريفة وتقف حاجزا أمام المجهودات المبدولة واختتم الجيش الملكي بلاغها يطالب النادي العسكري بضرورة ضمان تحكيم النزيه خلال ما تبقى من مبارية البطولة الاحترافية يرعي مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص انتصارا للتنافس الرياضي الشريفة وكان الجيش الملكي قد أقصي من ربع نهائي كأس العرش جراء هزيمته في ديربي العاصمة يوم أمس السابت ضد جاريها الفتح الرياضي بهدف السفر ناصر الخليف رئيس باريسان جرمان يحسم مصير النجمي المغربي أشرف حكيمي ظاهر الفريق حسم ناصر الخليف رئيس باريسان جرمان مصير النجمي المغربي أشرف حكيمي داخل جدران حديقة الأمراء وذكرت شبكة فوتميركات الفرنسي أن حكيمي يتمتع باتيقة الكاملة والدعم القوي من الخليفية وضف رئيس النادي الباريسي لا يريد التفريط في حكيمي علما بأنه يرتبط بزعاقد مع النادية حتى يصعيف 2026 واتبلغ قيمة السوقية 70 مليون يورو يذكر أن حكيمي انتقل إلى صفوف بي اس جي في صيف 2021 قادما من انتر ميلانا الإيطالية مقابل 60 مليون يورو وكانت صحيفة لكيبه الفرنسية قد أشارت إلى أن النادي الباريسي يتجه للاستغناء حكيمي بسبب التراجع مستواه ومشاكله خارج الملعب والتخوف من تأثيرها سلبا على صديقي كليان باقي النجم البي اس جي واتمت النجم المغربي نفسه يفكر في رحيل بسبب ضيقه من الانتقادات التي يتعرض لها في وسائل الإعلام الفرنسية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد كأس العالم قطر 2022